أربع مناطق صناعية استيطانية تجثم على أراضي محافظة قلقيليا تهدد البيئة والحياة العامة للمواطنين نتيجة مخلفات تلك المصانع التي يتعمد الاحتلال إلقاءها على الأراضي الزراعية العمل الآن يأتي في ظل أن هناك حمل شرس داخل المجتمع الإسرائيلي ضد المخلفات المصانع التي تلوث البيئة وبالتالي وبشكل عنصري يكونوا الآن بنقل مثل هذه المصانع التي لها انعكاسات بيئية وأثر بيئي سلبي على الإنسان أو على الطبيعة يحاولون أن يحولوها إلى مناطق الضفة الغربية هذا يؤكد على أن هذا الكيان وقح جدا ولا يؤثر فيه كل الاتفاقيات الدولية مخاطر كثيرة نجمت عن وجود هذه المصانع الاستيطانية لسيما وأن سلطات الاحتلال تعمل بشكل مستمر على توسيع هذه المناطق على حساب أراضي المواطنين وزيادة أعداد المصانع ذات التأثير البيئي المدمر يتم تصريف المياه العادمة المخلفات السائلة ناتجة عن المصانع يتم تصريفها إلى الأراضي الزراعية طبعا هذا أثر كبير على المزروعات على أشجار الزيتون في منطقة عمانوئيل أشجار زيتون تدمرت بالكامل لأنه هذا بيأثر طبعا النترات والأملاح تؤثر على التربة الزراعية وانسداد مساماتها مما يؤثر على الثروة الزراعية مئات أشجار الزيتون في المحافظة أصبحت أثرا بعد عين نتيجة مخلفات هذه المصانع إضافة إلى فقدان الطربة الزراعية لعناصرها الأساسية نتيجة ذلك وسط مخاوفة لدى المزارعين من استمرار هذا الحال إن هذه المصانع الاستيطانية جزء من المشروع الاستيطاني الذي يسعى إلى سرقة الأرض الفلسطينية وتدمير ما تبقى للمزارعين من محافظتك القيل يا أنا للجدع تلفزيون فلسطين